كانت لحظة اغتيال يوليوس قيصر عظيمة ورشعة وصفها شيكسبير بأنها أقبح عملية اغتيال في التاريخ حين خانه كل من وثق بهم يوما واجتمعوا واتفقوا جميعا على أن يقتلوه ذلك الاجتماع حين انهال الكل عليه بالطعنات وقيصر ماذا لا واقفا لم يسقط رغم كل هذه الطعنات في جسده حتى رأى صديق عمره بروتس مشى يوليوس قيصر نحو صديقه وهو متخبط في دمائه وفي عينيه التمعت نظرة رجاء وارتياح صديق عمره هاهنا لينقذه وضع يده على كتفه ينتظر منه العون فقام بروتس هو الآخر بتعنه هنا قال قيصر جملته الشهيرة حتى أنت يا بروتس إذن فليمت قيصر وسقط قيصر ميتا كانت طعنة بروتس هي الطعنة القاتلة بخلاف كل الطعنات الأخرى لم يطعنه في جسده وإنما في شخصه طعنه هو في إرادته وفي آماله وفي ثقته هنا فقط سقط قيصر راضيا بالسقوط معلنا انهزاما في حياة كل منا بروتس خاص به قد يكون شخصا أو حدثا أو أمنية من أمانيه قد يكون خزلانا كخزلان بروتس لقيصر هو سبب لك في خضوعك وانهزامك بعيدا عن مشهد قيصر المهيب العبرة في هذه القصة تتكرر مع الكثير منا تعلم أن لا تتمسك بشيء محدد ولا تضع كل أمانيك في اتجاه واحد انهض وابدأ من جديد جرب شيئا آخر ولا تربط سعادتك بأي شيء أو شخص حولك اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات وأيضا لا تنسى دعمنا بلايك